العبادي يلتق الصدر ببغداد وحكومة التكنقراط ومغادرة المحصصة الحزبية أولى المشتركات تسريبات خرجت عن هذا اللقاء أشارت إلى طلب الأخير من العبادي الخروج من حزب الدعوة وتقديم بعض قياداته من المتورطين بالفساد إلى القضاء نظير تجديد الولاية الثانية أعضاء عن تحالف النصر ينظرون بواقعية لهذا التحالف ويرون استحالة عزل الصدر عن تشكيل الحكومة المقبلة بالخفاء أكو بعض الشروط على السيد العبادي ولكن السيد العبادي في اللقاء الأخير صرح بأنه لن يقبل أي شرط من الشروط التي تفرض عليه إلا شروط التي تساعد الدولة على بناء حكومة قوية ما بها فساد ما بها خالية من الفاسدين وأعتقد مشكلة فوضى إذا تم إبعاد سائرون فسائرون أصبحت معادلة مهمة في عملية تشكيل الحكومة القادمة مراقبون للمشهد السياسي التفاوضي يرون أن رئيس تحالف النصر العبادي يرغب بالتحالف مع سائرون والفتح والحكم والقرار وبعض القوى الكردية لتحقيق الأغلبية المريحة لتمرير الحكومة المقبلة لكن تسريبات عن سائرون أكدت أن التحالف مع الفتح ممكن في حال استبعاد عصائب أهل الحق من الفتح أرجح السيناريو التالي أن يتم التحالف مع الفتح والنصر وسائرون والحكمة كلهم مجتمعين ليكون تحالفهم قويا وربما قد يكون السيد المالك هو المستبعد من هذا وقد نشرت جريدة الواشنطن بوست يوم أمس مقالة لسيد العبادي أشار فيها إلى عدم قناعته بالعمل مع من تلطخت أيديهم بالفساد أولئك المعروفون بالطائفية على حد تعبيره وهي إشارة غامضة لكن البعض فسرها بأنها رسالة لجهات محلية مدعومة من دول إقليمية دولة القانون وتحالف النصر حاليا يعني هناك رغبة إيرانية في تقريب وجهات النظر لكن عندما يرفضه السيد العبادي من خلال المقال الذي نشره في الواشنطن بوست أمس ستكون هناك صفقات سياسية هذه الصفقات ستستنت مرة أخرى على التوافقية وعلى المحاصصة من بغداد وليد الشيخ الحرة ترجمة نانسي قنقر